أكدت سلطنة عمان اليوم تعرض الناقلة اسفلت برينسس لحادثة خطف خليج عمان كما أعلنت أنها تسير دوريات بحرية وطلعات جوية لمتابعة الحادثة وتأمين المياه الدولية في المنطقة وكانت البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن الخاطفين أخلوا السفينة وتركوها قبالة سواحل الإمارات مشيرا إلى أن الواقع انتهت من دون أضرار وأن الناقلة باتت في أمان